نحن الآن في فصل الصيف والصيف والحرارة فيها فوائد عظيمة للأرض وللمخلوقات لا يعلمها إلا الله مرة في أحد المشايخ كان يمشي مع شيخ آخر قال له اليوم الحر شديد كان ذاك اليوم حر شديد فأخذ يعني كان متضايق من شدة الحر فقال له الشيخ الآخر قال له أو تظن أنه ليس في الأرض مخلوق إلا أنت قال له هذا الحر فيه فوائد لمخلوقات لا يعلمها إلا الله ومن هذه المخلوقات النخيل والرطب لا ينضج إلا في الحر سبحان الله في شدة الحر ينضج الرطب لذلك موسم الرطب موسم النخيل في الصيف أخذوا هذه القصة الجميلة الطريفة وقعت في المدينة المنورة في آخر حكم الدولة العثمانية كان أحد أمراء الدولة العثمانية أو أحد القوات كان في المدينة وتعرفون أن المدينة الله يعمرها في الصيف حر شديد جدا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ومن لأوائها شدة حرها وبردها فكان الحر شديد فأخذ هذا القائد التركي العثماني يقول المدينة حر شديد لماذا؟ قال له بعض أهل المدينة يعني هذا الحر حتى ينضج الثمر والرطب اسمع ماذا قال قال إذا نقطعوا النخيل حتى يذهب الحر يظن أنه إذا قطعنا النخيل سوف يذهب الحر هذه قصة حكاها لي أحد الشياب توفي رحمه الله